السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر أولا عذرا مرة أخرى عن التأخير في الحديث عن الغنوصية لأن الوقت مع الأسف لا يكفي من جهة ومن جهة أخرى كثير تضمر من الحديث عن الغنوصية لهذا نحب نقول أن الغنوصية هو موضوع جدا معقد وليس في متناول الجميع من جهة ومن جهة أخرى غير مهتم بكثير من الناس لأن كثير يعتبر أن الغنوصية أمر خيالي وأمر معقد وصعب وهذا طبعا ليس صحيح لأن الغنوصية في الحقيقة سهلة جدا ولكن طبيعة الإنسان إنه يميل للتعقيد الإنسان يعقد الأمور بالتفكير الغنوصية لا تسمع ولا تفهم بالعقل وإنما بالحس بالجانب الحسي في المخ المهم البعض أيضا يتصور أن الغنوصية هي حقيقة مطلقة كما يدل عليها اسمها يقول لك الغنوصية يعني المعرفة أو سبل المعرفة وهذا طبعا غير صحيح لأن الغنوصية لا تؤمن بالحقيقة الكلية وعندما تقول أن الغنوصية هي الحقيقة فهي تقصد الحقيقة الفردية فيما يخص الفرد والجانب الحسي هناك قاعدة أساسية يمكن أن نطلق عليها قاعدة ذهبية في الفكر الغنوصي تقول كلنا نفكر بنفس الطريقة ولكن كل واحد منا له حس خاص به عندما أقول نفكر بنفس الطريقة أقصد بنفس المنطقة المرتبط باللغة والمصطلحات المتفق عليها بشريا وهذه المصطلحات مرتبطة بالتمثيل المادي للأشياء مثلا عندما أقول شجرة يخطر ببالك شكل وصورة الشجرة المادية المتعارف عليها والموجودة ماديا الذي لها لفظ وصورة في المخ البشري لا يختلف عليها اثنان طبعا حبيت نبين نقطة هوني أن طريقة معرفة الإنسان العقلية تعتمد على الحواس الخمسة أي ما يسمى اللمس والشم والذوق والسمى والنظر هذه ما عندها نقطة مهمة وكل واحدة تعتبر سبيل للمعرفة العقلية خاص بها وهذه زادة تقريبا نتفق عليها لأن الحواس الخمسة المرتبطة جسديا بالعقل اللي عندنا في الجسد متاعنا هي تقريبا نفسها يعني تشم نفس الشيء وتشوف نفس الشيء وتسمع نفس الشيء وتتذوق نفس الشيء وهي جدا مهمة وهي طرق متعددة للمعرفة العقلية إحساسنا بالشجرة يختلف من إنسان إلى آخر كل إنسان له حس خاص بالشجرة ولكن يمكن أن نقول أن إحساسنا بالشجرة رغم اختلافنا في الحس يكون ضئيل عندما نتوقف على الحس المنطقي العقلي الذي تمثله الشجرة كموجود مادي ولكن يكون الاختلاف الحس أكبر كل ما تجردنا من المادة ومن الصورة والشكل واللفظ الذي تدل عليه الشجرة هذا فيما يخص الأشياء التي لها وجود مادي أما فيما يخص ما ليس له وجود مادي الأمر يختلف كليا قبل كل شيء لازمنا نوضح أن هناك نوعين من الوجود غير مادي النوع الأول نطلق عليه الوجود العقلي والنوع الثاني نطلق عليه الوجود الحسي الوجود اللامادي العقلي هو وجود يعتبر ولكن يعتمد على الخيال فهو متخيل عن المادة مثلا فكرة الرب التي هي وجود حسي مستنتج من الواقع الذي نعيش فيه ونعتمد على فكرة السببية وكثير من الأحاسيس العقلية التي تعتمد على أمور موجودة ماديا وفعليا مثل مثلا عروس البحر أو أنصاف الحيوانات مع الإنسان هي عملية تركيب عقلي قد تصل في كثير من الحالات على اعتبارها حقيقة فعليا كما قل مثلا فكرة الرب والملائكة وغيرها من الأفكار التي نجدها في المعتقدات والأديان وهي عملية تصورية تخيلية بعيدة كل البعد عن الحقيقة ولكن مرتبطة ارتباط كامل بالوجود المادي هذا النوع من الإحساس العقلي تقوم عليه كل المعتقدات والفلسفات الإنسانية ولهذا لها مصطلحات متفق عليها بين البشر فهو خيال منطقي نوعا ما عندما نتفق على المصطلحات التي تمثل الجانب الحسي منه نتفق على الرؤية لو كان فهمنا للمصطلحات هو نفسه يعني عندما إنسان يرى الرب بهذه الطريقة ويلتقي مع إنسان يرى الرب بنفس الطريقة بنفس المصطلحات بنفس المفهوم إذن هناك يكون بين الشخصين هذوما اتفاق بينما عندما يكون هناك اختلاف في فهم المصطلحات لا يكون توافق وهذا الجانب مما يسمى الوجود العقلي هو عبارة على وجود توارثي أي منقول من إنسان إلى إنسان عبر أجيال وأجيال ويتحول إلى حقيقة رغم إنه ليس له أي وجود مادي فعلي يعني توى وقتها الجد متاعي أو أبي يقول لي الشجرة أنا وقتا نخرج ونشوف العالم نشوف الشجرة بينما عندما يقول للرب فهو ينقل إلي تفكير خيالي ليس له وجود فعلي وإنما وجود عقلي تركيبي متوارث أب عن جد وليس له أي تطابق مادي فعلي وقتها يقول لي الرب أو الملائكة أو الغول أو الجن أنا وقتها نخرج للعالم اللي حولي ما نيش بش نشوف لا رب لا جن لا غول ولكن أعتبر ذلك حقيقة لأنه نقلها لي مع أنتها جدي أو أجدادي نقلوها لي وغرسوها في المخ متاعي وأصبحت كأنها حقيقة رغم أنها هي بعيدة كل البعد عن الحقيقة وأتعامل معها على أنها حقيقة مع من يتفق معي في المصطلحات وعلى قدر ما تكون هناك تقارب في فهم المصطلحات مع الآخر على قدر ما يكون الإحساس أيضا متقارب والعكس طبعا صحيح ولأن هذا الشي ليس له وجود مادي فعلي الفارق في الحس بين إنسان وإنسان رغم التقارب في فهم المصطلحات يكون شاسع جدا يعني حتى ولو تاخد زوز أشخاص متفقين على كل شيء على المصطلحات الحس لمفهوم الرب أو مفهوم الجن يختلف من إنسان إلى آخر أي عندما تاخد زوز أشخاص يفهم الرب نفس المفهوم وقتها واحد منهم يقول يا ربي عنده إحساس خاص يختلف على الآخر عندما يقول يا ربي ومن هنا جاءت الفكرة أن كل إنسان عنده مفهوم خاص للرب مهما كان اتفاق المصطلحات يعني مفهوم حسي نقصد رغم يعني هناك توافق في الألفاظ والكلمات والعبارات إذا هذا الحس العقلي الغير موجود نطلق عليه في الغنوصية الحس الخيالي الذي يعكس الوجود المادي أي عبارة على صراب وتخيل وهو يعتبر إحساس كاذب ومخادع وخاطئ لأن المادة يجب التعامل معها كما هي دون الذهاب بعيد في التصور تقول الغنوصية أن هذا النوع من الخيال أو الإحساس هو أكبر حجاب للمعرفة وهو أكبر حاجب للحقيقة وأكبر خدعة وقع فيها الإنسان نحو الظلال عندما نظر الإنسان الأول إلى الشجرة ووعاها في مكان أن يتوقف على فهمها ماديا وفهمها حسيا بحواس الخمسة ومعرفة أصلها وتفاصيلها وكيف تعمل وفهمها علميا تصور وتخيل أن بداخلها روح بل اعتبرها قوة قد تصل إلى درجة الربوبية فانحرف عن طريق الحقيقة لأن هذا النوع من الحس العقلي التركيبي الموروث أو المكتسب هو مجرد كذبة وإحساس كاذب على حسب المفهوم الغنوسي هذا النوع من الوجود الحسي الغير مادي هو مجرد كذبة وإنه أكبر حاجب لمعرفة الحقيقة وهذا كل ما يتعلق بالربوب وأنواع الربوب والملائكة والحياة بعد الموت والجنة والنار وكل هذه الأمور بناها الإنسان في مخيلته واعتبرها حسا حقيقيا وهي ما هي إلا تطبيق لما وجده في المادة وتخيله وتصوره على أساس إنه حقيقة وهذا على حسب الغنوسية هو حس خطأ أما الغنوسية تعتقد وتؤمن إن الحس الحقيقي الغير مادي هو الحس البعيد كل البعد عن عالم المادة وغير مستوحات من العالم المادي الذي هو عالم قائم بذاته ويجب التعامل معه كما هو وفهمه ماديا أما النوع الثاني من الحس الذي تعتبره الغنوسية الحس الحقيقي الغير مادي هي ما تسمى بالمشاعر الحسية مثل الحب مثل الكرة مثل كل هذه المشاعر الإنسانية التي موجودة في الإنسان وهذه لها صورة في المادة ولكن صورتها ليس باطنية وإنما ظاهرية مثلا إحساس بالفرح إحساس بالفرح تجده في زقزقة العصافير في مظهر الوردة في خرير المياه هنا تجد ما يسمى بالإحساس الحقيقي ليس في باطن العصفور ولا في باطن الماء ولا في باطن الوردة وإنما ظاهر على شكل وجود جميل هذا فيما يخص المشاعر الجميلة وكذلك المشاعر الغير جميلة التي نجدها أيضا في مظاهر الأشياء المادية ويجب الانتباه إليها وهي تعبر على أحاسيس حقيقية لا أدري هل استوعبتم وفهمتم هذه الفكرة المهمة والجوهرية في الغنوصية رغم بساطتها تظهر معقدة ولكن لو سلمت إحساسك لها بطريقة بسيطة جدا سوف تفهمها وتستوعبها جيدا أضرب لكم مثل بسيط عندما تكون في مكان ما في ليلة سوداء وتنظر إلى القمر في مكان أن تتخيل وتتصور إن للقمر ربا أو للقمر روحا أو أي شيء آخر بل تقوم بالنظر إلى القمر نظرة شاعرية حسية وتستوحي من شكلها ونورها الخفيف وتحصل على إحساس ومشاعر جميلة بداخلك وتتمتع بالطبيعة التي حولك وبالنور الذي تبثه القمر نحوك وحولك وتخلق نوعا من الشاعرية والأحاسيس هذه هي الأحاسيس الحقيقية هذه هي الحقيقة الفعلية للقمر الذي هو ظاهر منها وليس باطن فيها فهذا الإحساس نطلق عليه الإحساس الحقيقي أما لو أردت أن تنظر إلى القمر نظرة مادية في هذه الحالة يجب أن تبحث تركيبتها وكيف وجدت وحركتها وغيرها من الأمور عالمين كل عالم منفصل عن الآخر وبالتقاء المعرفتين المعرفة المادية الحقيقية العلمية والحس الحقيقي تكون وصلت إلى غاية المعرفة وهذا ما تريد أن تصل إليه الغنوصية في البحث عن الحقيقة نظن هذه الفكرة هي جدا مهمة يعني لو استوعبتوها هذه الفكرة بشتفها مياسر حاجات وتتغير نظرتكم عن العالم لازمك تفرق من بين حاجة تبحث على الحس متاحها وهذا الحس لازمك تبحثه في الظاهر ومن بين حاجة تحب تبحث على المعرفة متاحة المادية وهذا لازمك تستعمل الأسليب المادية للمعرفة وبالتقاء هذين النوعين من المعرفة تكون قد وصلت إلى قمة المعرفة الإنسانية وكما قلت إن المعرفة المادية نتفق عليها بينما المعرفة الحسية هي فردية وهذا الذي يجعل إن لكل إنسان له خصوصيته ومن هنا تقول الغنوصية إن كل إنسان له معرفة خاصة به التي يتعلق بأمر الحس ولكن الحس الحقيقي المجرد عن المادة ليس الحس الكاذب الذي أوجد المعتقدات والأديان وأدخل الإنسانية في متاهات لا نهاية لها وسراعات وحروب تريد أن تفرض إحساس خيالي على كل البشرية بينما من المفروض العلم والمادة هو ما يمكن أن يكون متفقة عليه كل البشرية أما الحس الحقيقي هي مسألة فردية بحتة ولا يمكن أن نحب كلنا بنفس الطريقة أو نحس كلنا بنفس الطريقة ولا حتى إثنين يحبون أو يحسون بنفس الطريقة إذن إعطاء الحرية للحس وإطلاق العينان في حرية الإحساس هي مسألة مهمة والاتفاق على الأمور المادية العلمية هي بدورها أمر مهم ومن هنا تصل الإنسانية إلى قمة ما يسمى في الغنوصية الإنسانية الكاملة أو الربوبية التي محتاج إليها الكون والتي من أجلها وجد الإنسان المهم أتمنى أن تكون هذه الفكرة واضحة وفهمنا أن الإحساس هو شيء فردي خاص بحت إذن لا يحق لأحد أن يقول إن إحساسه هو الحقيقة الكلية المطلقة لكل البشر وإنما إحساس خاص به فقط لا أكثر ولا أقل وهذا الإحساس يتطور في الإنسان خلال حياته ويتطور في الإنسانية خلال وجودها أي إحساس الإنسان الآن ليس نفس الإحساس متع الإنسان بالأمس وليس هو نفس الإحساس في المستقبل هناك نمو للإحساس الإنساني على حسب درجة المعرفة والوعي والحس الحقيقي إذن تكلمت في هذا الموضوع حول أنواع الأحسيس المخادعة والحقيقية وتكلمت عن معرفة وأكدت إن لا أحد له الحق أن يفرض فكرته على الآخرين وإنما له الحق أن يعرف بوجهة نظره وإن الغنوصية ليس إجيولوجية وليس فكر وإنما هي تساعدك على معرفة ذاتك هذا هو هدف الغنوصية في الأول والأخير وعملت لكم هذه الفيديو بش نرجعوا في الفيديو القادم نتكلموا على النقطة المهمة جدا وهي السفر المحايد التي توقفنا فيه في الفيديوهات السابقة وأرجو أن أكون مطولة شعليكم وأشكركم على التشجيع وأشكركم على التوزيع ومع فيديو قادم وبالسلامة موسيقى